ومساء سوريا لتبقى دائما هي الخير وأم الخير وجع الغياب الموت قصرا مخالفة لشرع الله وما حاصل في حلب وما يحصل في سوريا في حلب وأدلب من استهداف للمدارس والجامعات كل ذلك يقود إلى أسئلة تبدأ ولا تنتهي قد نجد بعض الإجابات وأنت لديك عبارات خاصة ارتبطت بذكرة الناس لانتصاقك الوجداني لحسك الوطني لقدرتك التحليلية من أين تبدأ؟ أولا أبدأ بالتحية للشهداء الذين صنعوا للأمة ولسوريا مستقبلا بات عصيا على الكسر الذي جرى في سوريا لو قدر أن يجري لأي بلد آخر لما كان له قدرة الصمود التي امتلكها السوريون ما خططه الذين خططوا كان صحيحا وفقا لكل معايير العلم ولكل معايير العقل هل يعقل أن تصمد دولة بحجم سوريا وإمكاناتها دولة المئة وثمانين ألف كيلومتر مربع والثلاثة وعشرين مليون نسمة إذا اجتمع لها العالم كله؟ هل يمكن أن تحمل ما لم تتمكن من حمله دول المحور في الحربين العالميتين عندما كانت ألمانيا واليابان وإيطاليا وأسبانيا ومعها ستون دولة سقطت أمام الحلف الذي اجتمع أقل منه لسوريا أقل منه لسوريا الذين اجتمعوا في الحرب العالمية الثانية كانوا ثمانين دولة الذين اجتمعوا لسوريا مئة وثلاثين دولة ما أنفق في الحرب العالمية الثانية يعادل بأسعار اليوم ستين مليار دولار الذي رصد للحرب على سوريا مئة مليار دولار لم تكن الفضائيات اليوم مئة فضائية لم تكن حرفة أجهزة المخابرات اليوم مئة جهاز مخابرات لم تكن الفتاوى ذات وزن في تلك الحرب اليوم مئة فتوى عندما يجتمع كل هذا الجمع وكل هذه القدرات وكل هذه الطاقات عندما توضع الخطط عندما تجند الدول عندما تصبح قد اجتمعت على سوريا ما تبدو في الظاهر أنها المتناقضات ما الذي يجمع القاعدة وأمريكا الحرب على سوريا ما الذي يجمع دول الخليج التي تتعفن سياستها وحكوماتها في اللا ديمقراطية واللا حرية والأوتقراطية وكل أشكال التخلف مع دول مثل فرنسا وبريطانيا تتباهى بأنها أعرق الديمقراطيات الحرب على سوريا ما الذي يجمع كل هذا التناقض كل هذا المشهد السريالي أن هناك عقبة كأداء تحول دون أن يستقيم العالم للظالمين للمستكبرين كي يناموا بكل ثقلهم فوق صدور الضعفاء كانت سوريا هي الموئل وهي الحضن وهي الملاذ لكل من قاوم وأنا هنا لا أقول شعرا أقول اسألوا عبدالله أجلان أقول اسألوا الأرمن المظلومين الذين هاجروا من بلادهم لكن عبر بلاد الدنيا الأخرى ولم يجدوا موئلا وحضما إلا حيث وجدوه في سوريا والذين يتباهون اليوم بأنهم سوريون قبل أن يكونوا أرمن كثير منهم ذهبوا إلى أرمينيا عندما تحقق حلم القرن من الانتظار ولم يستطيعوا البقاء هناك فعادوا إلى سوريا لذلك لم يخطئ من قال إن كل إنسان على وجه البسيطة له هوية وطنه وهوية أخرى هي سوريا لهذه السوريا أقول نحن نقاتل دفاعا عن أنفسنا وليس عن سوريا نحن نقف مع ذواتنا وليس مع سوريا لأن الذي لا يقف مع سوريا اليوم هو يتخلى طوعا عن إنسانيته ويتخلى طوعا عن قوميته ويتخلى طوعا عن شهمته هذه السوريا التي لم تترك المقامة في لبنان يوم عز النصراء والحلفاء ولم تترك المقامة في فلسطين ولم تترك المقامة في العراق هذه السوريا التي عبر التاريخ كانت أم ثورة الجزائر كما وصفها أحمد بن بيلا وقلب العروب النابض كما وصفها جمال عبد الناصر هذه السوريا التي تشكل حرف الأبجدية وتشكل اللون وتشكل الذاكرة وتشكل الحضارة هذه السوريا التي ظن بأنه ينطبق عليها ما يقاس بالمصطرة وما يمكن أن تكون معاييره الحواسيب فقدروا بأن تشكيلها الفسيفساء قابل للتفكك عند أول عملية صهر على الحرارة المرتفعة فإذ بهم يفاجأون وأنا أقول اليوم وفي كل يوم إنما أظهرت هذه الحرب على سوريا بأن من سوف يعيد الاعتبار لمفهوم الإسلام الذي أرادوا تشويهه هم المسلمون في سوريا الإسلام على الطريق الشامية أو الإسلام الشامي الإسلام الشامي وأنا كنت مصرا على استخدام هذا المصطلح بأننا نعود إلى ينابيع الإسلام الحقيقية عندما نتحدث عن الإسلام الشامي الحضارة العربية والإسلامية لم تتشكل تماما إلا من خلال دولة الأموين والعباسين ولم يكن ثم تمجد الإسلام أصلا والحديث عن أن الإسلام انتشر ما وراء البحار والفيافي ودخل المحيطات ليقرأوا التاريخ كان في عهد الشام ليقرأوا التاريخ لذلك نحن ننحني خشوعا لشهداء يعرفون لم يذهبوا عفوا ولا سهوا كثير منهم هذا الكلام كان في بدايات الأزمة ربما نتحدث عن مناجات وجدانية لكن بعد صمود أبطال الجيش العربي السوري في حارم بعد معركة التفتناز بعد معارك بعض كتائب الدفاع الجوي التي قاتلت معارك رأس العين التي ذكرها الرئيس بشار الأسد في خطابه نحن نتحدث عن رجال عرفوا أن الموت هو غدهم وقرروا أن يكون لسوريا غد أفضل وهم يغادرون هم أيقونة الفرح كما وصلتهم لحد الزميلات العالميات بأن حماة الديار الجيش العربي السوري ولكن حضرتك عزرا من أول الأحداث وأنت تتكلم بهذا النفس التفاؤلي البعض عابة ولامة ووجهة وانتقد أنه من أين يأتي بهذا النفس؟ ولماذا هذا الإصرار على أن سوريا ستنتصر منذ اللحظات الأولى رغم الرغم وبغض البعض أنا أميز بين أمرين في الحقيقة أو بين ثلاثة أمور وأمل أن يتفهمني المتلقي الأمر الأول أنا لست ولم أكن ولن أكون من أنصار زرع الابتسامة الكاذبة أي التفاؤل الذي يظن بأنه يخوض حربا نفسية من خلال زرع وقائع لا تستند إلى الحقائق وكثير من الأحيان عندما كان يجري الحديث عن مواعيد لنهاية الأزمة كنت أقف وأقول أن سقف نهاية الأزمة في سوريا لن يرى النور فعليا إلا مع بدء أفول نجم الاحتلال الأمريكي عن أفغانستان وأن المحطة الأولى الاختبارية ستكون مع الانسحاب الأمريكي من العراق في نهاية العام 2011 لكن المحطة النهائية ستكون مع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2014 فإذا كانت سوريا مهمة إلى هذا الحد الذي نتفق عليه فلا تستهونوا أن سوريا ببساطة يمكن أن يفق العالم أسرها وأن يسلم بنصرها لكن نصره آت أنا واثق أنه آت بلا جدال وبلا نقاش ولدي الكثير من الوقائع وهذا بسأل نتطرق إليه ولكن الآن هناك خبر عاجل أخيرا بن كيمون الأمريكي العام للأمم المتحدة يدين الجريمة الإرهابية التي استهدفت طلاب جامعة حلب وحلب منابل العلم ويدعو إلى ضرورة توصل إلى حل سياسي للأزمة السورية هذا هو عنوان وهي الجريمة التي لم يخجل بعض من يسمون أنفسهم قادة معارضة وأنا بالأمس أستمع إلى إحداهن على السكاي نيوز وهي تقول نعم في جامعة حلب كلهم مؤيدون الذين بقوا في الجامعة هم الذين يؤيدون النظام ولذلك كان لابد لي ماذا هذا الكلام؟ نحن نتحدث عن قتل مجرمين لا يخجلون من الحديث عن قتل طلاب أبرياء بحياتهم المدنية الطبيعية العادية تسقط عليهم الصواريخ التي شحنت من الخارج المعروفة المصدر المعروفة رقم الرحلة المعروفة الهوية والمخصصة من أجل ماذا؟ من أجل استكمال لعقاب حلب في كل الأماكن كان القتل لماذا حلب؟ لأنها لم تقدم الطاعة للوالي العثماني؟ تماما لأن حلب عندما بدأ التحضير لحلب وعندما نقرأ ما يكتبه الأتراك أصدقاؤنا الذين يكتبون من موقع المعارضين لسياسة أردوغان كانوا يكتبون منذ البدايات أن رهان حكومة أردوغان هو على حلب وكان الكلام مبنيا على قراءة في البارد من العقل لها كثير من الوجاهة أنه إذا كان الرهان على حرب مذهبية هي التي يجب أن تشعل النسيج السوري فإن حلب هي الحاضنة التي يراهن عليها حيث السبعة ملايين بلون طائفي تقريبا هو صاف نقي بامتداد جغرافي أهلها عبر التاريخ أن تكون دولة مستقلة لعشرات وربما مئات السنوات الطاقة الاقتصادية الإمكانية المتلاصقة في الجغرافيا مع الحدود التركية فكان الرهان أن بيضة القبان الذهبية التي ستقلب المعادلة هي حلب حلب وأنا قلت هذا الكلام في مهرجان في قلعة حلب إن حلب أهلكتهم أنهكتهم دمرتهم هتكتهم حلب هي التي حفظت كمسائر المناطق في سوريا لكن يجب أن نحفظ لحلب أنها هي التي قالت لهذا المشروع وأن حلب هذه جامعتها اليوم هي التي تقول آن الأوان ليدخل الشعب في ساحل قتال وقرر شباب حلب التطوع إلى جانب القوات العربية السورية في معركة الدفاع عن الوطن وكانت منهم النخبة الأولى من 20 ألف من شباب حلب ينخرطون ويستعدون للتدريب لينضموا إلى أخوتهم في الجيش العربي السوري استحقت حلب منهم عقابا لأنها ارتكبت جريمة إعلان الانتماء للوطن ولأن حلب قالت كما قالت المحافظات السورية الأخرى وأنا كنت أقول دائما إن شجاعة حلب وحكمة الساحل تصنان وحدة النسيج السوري فلا تخشوا من التقسيم ولا تخشوا من الحرب الأهلية شجاعة حلب بأنها قالت الوطن فوق الطائفة وشجاعة الساحل لأنه قال الطائفة تحت الوطن هذا الجمع الذهبي الذي قدمته التجربة السورية لم يكن ممكنا للعقل الغربي الذي خطط وإذا عدنا وأنا هنا لا أتحدث عن المصطلحات الجامدة المكرورة أنا أتابع الذي كان يحضر والذي كان يعد أنا اطلعت على الذي جرى في اجتماع ستراسبورغ لحلف الناتو عام 2009 والذي دخل أوباما إليه وهو يشرح حجم ما كلف الدفاع عن مشروع الأطلسي الولايات المتحدة الأمريكية اقتصادها المنهار أزمتها الداخلية ارتباك نسيجها الوطني ضعف قواتها المسلحة ليقول حملنا عنكم جميعا آن الأوان لتشاركوا في الكلفة في هذا الاجتماع حددت الجغرافيا الحيوية كما أسموها في الاجتماع وهذه الجغرافيا الحيوية الممتدة نظريا من أطراف أفريقيا الغربية إلى أفغانستان تتركز بصورة مباشرة فيما اتفقوا على تسميته بالشرق الأوسط الصغير وقالوا أن الشرق الأوسط الصغير يضم الدول التالية سوريا العراق الأردن دول الخليج بالإضافة إلى إيران هي التي يمكن أن تشكل قلب التغييرات التي يجب أن نستعد لمواجهتها وقالوا هذا هو المدى الحيوي وإن كل حادث يجري في دائرة هذا المدى الحيوي يجب أن نعد منذ الآن لكيفية التعامل معه جاء برنار لويس وقدم خرائطه وهو المفكر الصهيوني الأمريكي المعروف بأطروحاته التي تقوم على التقسيم للمنطقة في الجغرافيا وهو صاحب نظرية في الجغرافيا يقول أن الدول لا تستقر إلا عندما تصبح حدودها السياسية هي حدود الديموغرافيا أي أن ما قامت به اتفاقية سايكس بيكو في تقسيم العالم العربي لم تراعي هذا الاعتبار فيجب إعادة تقسيم المقسم على أساس الطوائف والمذاهب والأعراق وكان أول من حذر من هذا مع بدء غزو العراق هو الرئيس بشار الأسد في قمة شرم الشيخ عندما قال إن المستهدف ليس حزبا ولا حاكما ولا بلدا بل هو الأمة التي يراد لها أن تدخل في حروب لا تنتهي على أساس عرقي وطائفي ومذهبي عرض هذا في قمة ستراسبورغ وشكلت لجنة سميت بلجنة الحكماء برئاسة مادلين أولبرايت وجاءت اللجنة في تشرين تاني 2010 وقدمت تقريرها وبموجب هذا التقرير كان ثلاثة قرارات الأول نحن لا نعرف ماذا تخبئ لنا التطورات ولا نملك خطة جاهزة للحراك لكن علينا من الزاوية الوقائية أن نفعل ميلي أولا أن نطمئن روسيا بأن مداها الحيوي الذي تمثله جورجيا وأوكرانيا لن يكون جزءا من خطة عملنا ثانيا أن نعد لما يمكن أن يشهده هذا المدى الواسع من مفاجآت بأن نقول فرنسا متخصصة بأفريقيا وشمالها بصورة خاصة وأن نقول تركيا متخصصة ببلاد الشام وأن نقف كلنا وراء هذين العنوانين عندما تأتي المتغيرات في إحدى هتين الجبهتين أقول هذا السياق لم يكن له علاقة بما سمي بالربيع العربي لاعقا جاء سياق آخر لا شك أن له قدور شعبية الذي بدأ في تونس والذي انتقل إلى مصر عندما بدأت الخطة يعني تونس كانت خارج السياق خارج الانتباه ولكن أستاذ ناصر قبل ذلك عزرا لو سمحت لي أنت تطاع نقاط ونقاط علامة مهمة جدا في السياق التاريخي والسياسي منذ أعلن نيتنياهو بأن يهودية الدولة الصهيونية بدأت كل الخطوط تتجه إلى جعل المحيط في دولة إسرائيل تذكر أنت كانت تونات أرقية وأسنية وهناك تيارات فكرية بدأت تغزو العالم العربي وبدأت من المغرب إذا ترجع للجملة التي حكاها الرئيس بشار الأسد في شرم الشيخ عندما قال أحد أهداف هذه الحروب الأهلية على أساس عرقي وإتني ومذهبي وتفتيت المنطقة إلى كينات متنازعة قال سببين السبب الأول من أجل تفتيت إرادة الأمة وحالة المقاومة فيها والسبب الثاني لمنح الشرعية الاجتماعية والتاريخية لمشروع الدولة اليهودية في فلسطين لكن أنا أتحدث هنا أن هذا المشروع الاستراتيجي كان له حامل في تلك الفترة الحامل هو الحرب كانت آلة الحرب الأمريكية تظن بأنها مؤهلة لفرضه بقوة السلاح فجاءت حرب أفغانستان ومبعدها حرب العراق حتى غرقت أمريكا في المستنقع فكان الحامل البديل هو القوة الاحتياطية التي أعدت لهذه المهمة والتي استثمرت عليها الولايات المتحدة ومعها الغرب كل قدرات ستين عام أي إسرائيل فكانت حرب تموز عام 2006 التي لم تكن تهدف إلى صحق المقاومة في لبنان نقطع السطر إنما لتغيير بحجارة الدومينو وتداعيها كل جغرافيا الممانعة والمقاومة في المنطقة سوريا فالعراق فإيران وصولا إلى أفغانستان وبعد أن وصل هذا كله إلى الطريق المسدود كان الحامل البديل هذا الحامل البديل هو ما نراه على المشهد الآن هذا اللي احكيناه ببداية الأزمة في سوريا كان البعض يقول اللي عم تكبروها عملتوا لنا تركيا وقطر عملوا حلفوا الأخوان المسلمين دخلوا على الخط وما كان بعد بمصر بانا وين الأخوان المسلمين طيب أنا عم بديسأل اليوم وين الأخوان المسلمين الأخوان المسلمين اللي هم كتنظيم وعدوا الأمة منذ قرن من الزمان أن مع وصولهم إلى السلطة وخصوصا في مصر يعني إذا قعد حسن البنة يدعي ربه في ليلة القدر ماذا كان يمكن أن يتمنى كي يتمكن تنظيمه من أن يضع برنامجه قد التنفيذ أكثر من الذي حصل أي أن يصل رئيسا من الأخوان في مصر وأن تكون الحكومة في تونس من الأخوان وفي ليبيا من الأخوان وأن يكون الأخوان على أفضل علاقة مع أمريكا وممولون من الخليج ومحتضنون من تركيا يعني لم يجرؤ نظام السادات على إعطائه في مفاوضات كامب ديفيد عندما طلب منه منحين بيجين بأن يجعل غزة عهدة مصرية فقال غزة تبقى للفلسطينيين وما لم يجرؤ نظام مبارك على منحه عندما طلب منه الإسرائيليون أن يعطي التعهد بمنع دخول الصواريخ فقال لا أستطيع أن أضمن هذا هذا الذي فعله نظام الأخوان هذه حصيلة القرن من الوعود لكن الأهم طيب نحن عم نحكي عن هذا طيب أنت لما تجي بتقول أنه أنا هذا هو مشروعي وعندما تصل إلى السلطة تبدأ باستخدام شعارات هي التالية نحتاج مزيدا من الواقعية لا نستطيع الآن أن تحدث عن كامب ديفيد لأن هناك واقع علينا أن نأخذ المعادلات بعين الاعتبار أنا أسأل كل مواطن سوري كان لديه وهم حول ما يسمى اليوم بالمعارضة التي يشكل قلبها لأخوان المسلمون ماذا تتوقعون أن تسمعوا إذا قيد لهم أن يكونوا في السلطة اسمعوا خطابهم في مصر العمال في الشوارع بلا عمل وهم يقولون يعني لا نستطيع أن نفعل شيئا الشارع يغلي في حرب طائفية وهم يقولون عليكم أن تتحملوا العنف يصل إلى كل بيت الأخطر من ذلك بأنه بثورة يناير طلع أحد الوزراء المصريين والإخوان واعترف بأن كان عنده فرقة 95 هي اللي كانت تقتل المتظاهرين وتقوم بعمليات صار ثابت موضوع اللي جرى حتى بموقعة الجمل بطلاق النار من المباني والقناصة والآن القضاءات موجودين ولديهم الشهادات ولديهم الوقائع وفي سوريا سيأتي يوم هم من منططى الثورة وذهبوا بها إلى أحلامهم البعيدة أخوانة المنطقة تماما وحلم أردوغان وحلم قطر والأحلام التي دخلت هنا وهناك لذلك أنا عندما تسألني عن لها علاقة ببرنامج حل السياة عن مفتاح سر مصر يعني من أين هذا التفاؤل يعني أنا أنطلت من حقيقة معرفتي بالشعب السوري تكره الواقع والتاريخ جيدا معرفتي بالشعب السوري وبتاريخ سوريا وقدرة سوريا على الصمود وما بنته وهيأته سوريا لمثل هذه الساعة هناك الكثير من نقاط الضعف هذا طبيعي لما بنحكي عن شعوب هاي قدرات سوريا يعني أنه أنا أقول حصار 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 طيب ما خلي جاوبني على سؤال يكتر ألف خير سوريا اللي قدرت أن تصمد وأن تتحمل كل هذه الأعباء شو بتعمل الفضائيات بغسل الأدمغة وضرب المعنويات وتحطيم الإرادات شو بتعمل الفتاوى بالنفوس التي ارتبطت ببراءة وطيبة بالعقل مع الدين وإذ بها تتلقى السموم شو بتعمل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية هنا يعني المشكلة أزمة فكرية وطفت العقل في الجانب الديني والجانب الاجتماعي في الجانب الإنساني لا ترى معي استاذ نيضال أنه أنت اليوم أمام مشهد وأنا بدي أقولها بصراحة أن هذه العملية غسل الدماغ التي بدأت منذ عام الثمانين لجعل المنطقة مذاهب متناحرة الحرب العراقية الإيرانية عملوا حرب مذهبية وبدأ يشتغل حرب تموز جمعت الأمة كلها وأصبحت مصر ترفع في أزهرها صور السيد حسن نصر الله فقلبوا الميزان ليجعلوها حرب مذهبية أنا أعيد ما قلته في مرات كثيرة سنة سوريا سوف يعيدون كتابة انتماء السنة العرب إلى عروبتهم رد الاعتبار وعصم الإسلام من خطيئة الفتنة ومن وقعة الفتنة هذا الموقف التاريخي لسنة العرب في سوريا الذين بقيت قبلتهم قتال إسرائيل ولم تضع عليهم البوصلة صحيح كثيرون أخذوا وغسلت أدمغتهم لكن هذا حلب عندما نرى ما نراه هذا دماشق عندما نسمع ما نسمعه من قامة بقامة الإمام الشيخ البوطي والإمام الشيخ أحمد حسون نحكي عن قامات أين منها تفها اللحة الطويلة المشرائبة التي تدعي سلطا ووصلا بالإسلام وبالدين بالتالي المسيحية التي استعملت في لبنان في مرحلة من المراحل من أجل أن تكون حرابا إسرائيلية هي اليوم قلب نابض للعروبة في سوريا بهذا المؤحدين الدروز الذين أراد بعضهم أخذهم إلى منطق الدولة الدرزية والأسرلة أين هو موقعهم اليوم؟ البقاركة والموارد لذلك أنا أقول نحن أمام الطائفة العلوية الكريمة التي قيل فيها الكثير بأنها تريد تقسيما وتريد هي اليوم تدفع فاتورة التزامها بسوريا الموحدة ترابا هذا المكون السوري هو سر عجائبي لم يفهمه إلا بشار الأسد ولذلك أنا أقول بهذا المكون العجائبي انتصرنا في حرب تموز وبهذه الأسطورة من مصادر القوة المعنوية والتاريخية ننتصر اليوم ويعترف الآخرون بنصرنا لأنه أنا أقول شو معيار النصر؟ معيار النصر يعني حزب الله والمقاومة في لبنان انتصرت بأن قواتها دخلت إلى القدس؟ أبدا كان هدف الحرب وسحق المقاومة صمود المقاومة كان انتصارا واليوم صمود سوريا هو انتصار الآخرون محكمون برزنامة وباستحقاق وأنت كل الزمن والتاريخ والجغرافيا أمامك طيب هل يصل الأمريكي في توقيت معين؟ وكلهم خدمون عنده؟ ليس مهما حقد حمد ولا تفاهة الإبراهيمي ولا أحلام إمبراطورية أردوغان المهم الحسابات الأمريكية هل يتحمل الأمريكي؟ هذا هو السؤال الجوهري أن يترك المنطقة جرحا مفتوحا لا يعرف مستقبله ويغادر أفغانستان؟ لذلك يعزف على أكثر من وتار هناك حديث عن مبادرة واتفاق لحل سياسي بين القطبين الأمريكا والاتحاد السوفيتي وهناك تحريد وأياد خفية وواضحة لم تعد خفية بأنه على تحويل الصواريخ لا وقوازف مضادة للطائرات وللطيران من أفغانستان بطيرة قطرية إلى تركيا إلى قصفة حلب وجابعة حلب واليوم حماتة الديار جند الله اكتشفوا والتقطوا أكثر من سيارة محملة بآلاف القذائف هذا يتقاطع مع جزئية عفوا لو سمحت لي قبل مدى من الزمن أثناء الحديث عن ضرورة أن يأخذ الرئيس بشار أسد خطوة استراتيجية بأن يصبح شرطيا في المنطقة ويتركوا له العنان في لبنان والعراق إلا ما هناك تحدث أحدهم أحد الكبار بأن مكونات الشعب السوري هناك لديكم ازدواجية الانتماء ووحدانية الولاء يعني أنتم مذاهب وطوائف وانتماءات وإديولوجيات ولكن الولاء للوطن الواحد هناك من عزف على هذا الوطن بس هذا ما كان حدا قادر يستخلص أنه قوي وصلب ومتجذر إلى هذه الدرجة ولكنه موجع ومؤلم ولكنه موجع ومؤلم بلحظة الحقيقة هذا الولاء ينتصر على كل شيء آخر في الوجدان أو في القلب أو في لحظة الغضب والانفعال هون أنا أقول هذا الذي عصم سوريا هذا مبنان جربوا التحريض المزدوج من أمريكا على أكثر من مسرب وهي عادة أساسها الأمريكيين يعني ذلك بأنهم إذا نجحوا في ذلك يمكن أن يقلبوا المواقع دعني أنا أعطيك معلومات تفضل بلش فيهون تفضل نقطة الأولى وقف العنف ودعم الوقف الإرهاب والتسليف دعني نحكي بشو بلش يبين عنا معلومات اليوم أولا أنا أجزم أن الأخضر الإبراهيمي دفع ثمن لعبة الوقت الضائع بين ولايتي أوباما وأن الولاية المقبلة التي ستبدأ مع تسلم جون كيري وشاك هاكل الوزير الدفاع يعني وزيري الخارجي والدفاع القادمين خطتها مرسومة ومحور الخطة يعرفها روس ولذلك روسيا وهذا المعلومة الأولى أن أحد كبار الدبلوماسيين الروس أبلغني معنى بحكي نقلا عن من إلى أن روسيا في كثير من محطات التفاوض تعرف بأن الأمريكي سيكون جاهزا لتقديم تنازلات لكنه يريد حفظ ماء الوجه نعرف مأزقه ونعرف يده التي توجعه ونعرف أنه كلما مر المزيد من الزمن نحصل على الأكثر فلن نعطه شرف الحصول على تسوية عليه أن يخرج ذليلا من البحنة السورية ونحن واثقون بأن سوريا قادرة على تحمل الصمود إلى تلك اللحظة كلما اقتربنا من العام 2014 سوف نرى الأمريكي يرمي بأوراقه على الطاولة باعا لأنه يريد الوصول في حزيران 2013 وقد عقد الاتفاق لتبدأ ترتيبات التنفيذ ليصل في حزيران 2014 وقد أنهى التنفيذ فيحزم حقائبه ويرحل الروسي مدرك هذا والروسي لذلك عرض عليه في كثير من المحطات شو بدنا بالحكي بالإعلام تعالوا لنتفق على صيغة ما وأنتم تتولون التنفيذ بما فيها وعلى رأسها بقاء الرئيس بشار الأسد المسألة هي أن الزمن مفتوح أمامك مغلق أمام عدوك فأنت مالك لعبة الزمن اللي بيقولوا أنت الحسم يا أخي الجيش ما عم نشوف في كل قواته بالميدان منشوف طيارة بالجو طيب نعرف عندنا 600 طيارة منشوف 20 دبابة طيب نعرف عندنا 4800 دبابة يعني عفوا حق المواطن يسأل لأنه كل ما بتطلع حدا بيحكي بيقولها خلصت خلصت لا ما خلصت شو اللي خلصت ما خلصت لحظة الحسم هي اللحظة التي تكون على المستوى السياسي قد أوصلت مشروع العدو إلى عنق الزجاجة والاعتراف باليأس عندها بيتم الحسم لأنه ما فيك الجيش يحسم وتاني يوم تصير عم تنخاض عليه حرب عصابات وتاني يوم يصير كله بالاستنزاف الجيش يحسم بمعنى أن لما بتشوف مشهد عشرات آلاف الجنود يسيرون حول مئات الدبابات تواكبهم الحوامات والمقاتلات في الجو يدخلون مدينة فاعلم أنه بعد ذلك لن تكون طلقة رصاص عليهم قبل ذلك هذا إنت بجي وقته هذا اليوم أنت في مرحلة الصمود والمواجهة والعمليات النوعية وأنا أقول كشفت هذه الحرب عن عقل استراتيجي عبقري لدى قيادة أركان الجيش العربي السوري الذي فقد نخبا من قادته لكنه نجح باستبدالها بكفاءات تشبهها أو تتجاوزها لكنها تستطيع مواصلة الحرب بهذه الروحية وبهذا الإبداع اليوم كان المطلوب أن يدخل الجيش العربي السوري بقرار الحسم بصورة تجعله جسدا مكشوفا قابلا للنيل منه وتقطيع أوصاله صاروا طنلي 60 ألف كتيب الدفاع جوي ونحنا بنعرف أنا بالزمان إجا من سني لما إجيت هاي فتحالة اثنين الباخرة اللي قالوا جايبينها واللي ضبطها الجيش اللبناني وطلع فيها قذائف 155 مليماتر طيب شو بدهم قذائف 155 بسوريا ما في مدافع 155 بلبنان في مدافع لأن هذا النظام الهاوزر الغربي هذا عند الجيش اللبناني موجود فأنا كنت عند الجنرال عون فعم قل له أنه أنا تقديري أنه هاي من شان السيطرة على أحد مرابض المدفعية اللبنانية القريبة من الحدود السورية وهو كقائده والتاريخ بالجيش اللي طول باله عندنا مربض مدفعية بتربل هذا ما في عليه عشر عناصر بيحرسوه وثلاث مدافع 155 وإذا استولى عليه ما يسمى بالمناصرون والسلفيون والكذا مع هالألف ومئتين قذيف اللي جايين فهذا يعني خرب لبنان أخذ واتصل بقيادة الجيش وأبلغ فنقل المدفع ما فيه شو بتبعت له تحرس له كيف بينشر الجيش وضعيته بيتموضع ببلده بأرضه أنه كتيب الدفاع جوي ثلاثين عنصر موجودين ابتلي حواليها خمسة قرى يفترض أنها البيئة المحبة والموالية والمحتضنة لما بيسيطروا المسلحين على القرى شو بيصيرها أنه كتيبة الدفاع الجوي للطائرات على القرى المحيطة هذا البحث عن أكاذيب الانتصارات الوهمية والافتراضية ما بيغير المعادلة المطار تفتنازل اللي حامل الورقة بجيبته الأخضر الإبراهيمي هو فايت على اجتماع جناف ليقول وصلني الآن أنه هاي بدي يغير مجرى النقاش هو على أساس أنه سقط النظام بأنه تفتنازل يبدو يسقط بيد المسلحين فبيجاوب بوكدانوف نحن نعرف أن في سوريا جيش محترف ومقاتل ولذلك يبدو أن أحدا لم يبلغك بأننا تبلغنا منذ ليل أمس بأنه في الخامسة فجرا سيتم إخلاء المطار لكن اسأل الذين أبلغوك كم تكبدوا قبل وبعد إذن نحن هنا لا نستطيع أن نبني الاستنتاج على اللحظة السياق شو هو السياق سياق لا تزال سوريا التي قيل بمواعيد وبرزنامات وبوعود قطر يا حمد أنت كم مرة كذبت على وليد جملاط لحتى بطل يزور قطر هلأ وقلت له على الفطر كان برمضان عنده رمضان مش هيدا القابله رمضان 2011 إنه العيد نحن وياكم نعيد بالشام وإيجا وليد وحملنا يافطط حمص إذا بتتذكر إنه هاي ستغير وجه المنطقة إيجا العيد وعيد التاني وعيد التالت راح رمضان وإيجا الأضحى وراح الميلاد وإيجا راس السنة وإيجا الفصح وإيجا رمضان التاني وأضحى تاني وفصح تاني وميلاد تاني وراح نروح على الفصح التاني فإذن هذه الرزنامات التي أعدت والوعود التي قطعت والمشكلة التركية الفرنسية عشو دخلك المشكلة التركية الفرنسية على مسرحية هزلية يعني اللعبة اللي قدميتها فرنسا ساركوزي فرنسا أولاند وتركيا لا مشاهدة العمبو أسوانام يعني ليست المسألة المسألة هي التالية اليوم في العقل الجمعي الغربي والأوروبي بدأ يدفع ثمن وهم الرهان على العلاقة مع مشروع الأخوان ولكن هذا الذي يجري اليوم ولكن النقطة هنا نقطة هنا لأنه أمام هذا التدفق بالمعلومات حضرتك لابد أن تسمح لي كلنا يعلم بأن السياسة الأمريكيون ليسوا هم من يقرروا السياسة هناك حكومة ظل هناك مستشارين هي التي تقرر وهو ينفذ بالظاهر فيما يتعلق بالإبراهيمي هناك من قال بأن روبرت فورد السفير الأمريكي اللي كان في سوريا وكلينتون هم من أشار له بأن يصدر هذه التصريحات بما يخص الرئيس الأسد بعد خطار الصفعة وهو الذي دخل بورقة السفنة شوك الإبراهيمي أولا نعينه فورد صحيح وأنا عم بحكي معلومة مش كلنته روبرت فورد هو الذي اقترح تسمية الإبراهيمي وبيعرف الإبراهيمي هذا الكلام وبيعرف أني بعرف أنا ربطني بالإبراهيمي حوار تفاوضي عشية الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 والإبراهيمي هو شريك لارسن وكان يأتي هو والارسن إلى بيروت وهو والارسن مرتبطان حتى النخع الشوكي بالأجندة الأمريكية بدون تردد وبفترة أولى هو كان أعجب عم بحكيه على الهوى أنا هو سامعني كان لدينا صديق مشترك بديش أول اسمه ولا فسامعني على كيف عم بحكي وهذا فبقل له هذا الشاب كتير كويس بيعجبني لغته وخطابه وعقله وهذا بدنا نحاول نهيئه يصير مدير عام يونسكو لما اجتمعنا قال لي أنت ما بيقبلوا فيك الأمر كان أنا ما فيني يمشي كله على يعني خلي غساني يساعد مين غسان؟ غسان سلامي فهذا الفيلم حاضرينه الإبراهيمي كان المطلوب منه في المرحلة الأولى ألا يكشف أوراقه أن يبقى يأتي ويذهب ويتحدث ويبقي ويذهب ويتحدث حتى يصل إلى لحظة يقول هاي الخطة طيب شو حكي الإبراهيمي هلأ باجتماع جناف حكي ثلاث أشياء حكي أول شغلي بأنه يا أخي ما في حل إلا بتنحي الرئيس الأسد لأن الشعب السوري لا يريد لن يكون له دور في الانتقالية أنت الوسيط للوصول إلى حل إذا كنت الوسيط للوصول إلى حل على قاعدة أكذوبة اسمها الديمقراطية ما لازم تكلف خاطرك تقول شو هو البروماتر شو هي المصطرة اللي بأيدي اللي بعرف بيوجبها ماذا يريد الشعب السوري فيك تقول إن المعارضة تقول بأنها تمثل الشعب السوري وتشترط رحيل الرئيس والنظام يقول بأنه يمثل الشعب السوري ومتمسك ببقاء الرئيس فشو الحل قدامنا يا أماركان ويا روس غير تشاركون بأنه نعمل استفتاء أو انتخابات على صندوق اقتراع برقابة مراقبين مقبولين من الشعب السوري ليقول رأيه ونحسم هذه المسألة هذا الوسيط طيب تاني نقطة بيحكي عن القتل وما بيجيب سيري على الإطلاق عن الإرهابيين والتكفيريين والجرائم التي ترتكب واللي بيطلعوا ممثلي منظمات غربية يتحدثون عن ما يندله الجبين مما ينشر على اليوتيوب من تقطيع الأوصال والذبح الحلال والتكبير وبيجيبوا طفل عمره عشر سنين وبيدربوه كيف يقطع الرأس بالسيف أو كيف يذبح بالسكين الأمر الثالث بأنه في نهاية المطاف لابد من أن نصل إلى ضغط روسي على شوريا بس ما سمعنا بمطلوب ضغط أمريكي على تركيا وقطر والشعودية أنا سمعت رموز ما يسمى بإتلاف الدوحة أنا كنت تقول الإبراهيمي موظف عند الدوحة اليوم أقول الإبراهيمي أصغر وأتفه عضوه بإتلاف الدوحة ولذلك أنا أقول الإبراهيمي سقط كوسيط في العملية السياسية السورية ورأيي أن على بانكيمون إذا كان صادقا في مقاله حول حلب أي أنه يريد أن يبقى حياديا أن يعين وسيطا بديلا للإبراهيمي يمثله في متابعة الأزمة السورية لأن سوريا أكيد لن تقبله كممثل شوف سوريا طريقة أداء الدولة في سوريا تميز دائما بين أنه طالما أنه يحمل قبعة المجتمع الدولي قبعة الأمم المتحدة فهي تتعامل معها على هذا الأساس لكن هل تثق سوريا بأنها تعامل هي تحترم وتحترم الصفة لا تحترم الشخص تماما هل هي تجلس أمام وسيط تأخذ كلامه بصدق أنت بيسألوا بوكدانوف لبيرنز بعد كل نقاش اللي صار بيحكي بيرنز نفس التعليم الكلينتونية يعني لم ننتقل بعد إلى الزمن الكيري فبيقوله أنه لازم 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 قالوا أنتوا عم تقولوا أنه لابد من انتقال سلس لهياكل الدولة كي لا يتم تفككها لأنها نعرف لأدنى نعرف المخاطر ونحن نصدقه تعرف المخاطر المخاطر تشضي المطقة لأنهم من صدعوا لهذه المخاطر لا لا مش بس لا تشضي المنطقة يعني الأمريكيين بيعرفوا الكل كان يقول متى سقطت سوريا انتظروا العراق وهي العراق بعد سوريا صامدة وتصمد تفجر العراق إذا سقطت سوريا انتظروا تركيا ستتفجر تركيا إذا سقطت سوريا انتظروا السعودية لن تسقط سوريا انتظروا السعودية إذا سقطت سوريا لن تسقط سوريا انتظروا المنطقة هذا الفالق الجيولوجي الإمارات العربية والقويت ما فيه أمنع نقاطه ما أنت إذا أخذتها بالعقل العلم الاجتماع إذا عم تفتت المنطقة بمكوناتها على أساس عرقي وطائفي ومذهبي القلعة اللي بتصمد للآخر هي الأكثر مناعة مين عنده قيمة أخلاقية أعلى في مقاتلة إسرائيل؟ شوريا مين عنده تاريخ من نظام علماني عريق في التعالي والترفع بثقافته على الأقل أخي إذا فيه أخطاء مثالب بالسلوكيات بس بثقافته بنى أجيال من المؤمنين بالعروب والترفع عن العصبيات سوريا وين فيه أعلى حالة اندماج وطني بتصير بكل الدول؟ الجيوش وين أكبر جيش بالمنطقة؟ سوريا ومصر وين أكثر؟ هل هذا مصر بعد؟ مصر جيشها صار 350 ألف وين أكثر مكان بيصير فيه تفاعل وتمازج بالثقافات؟ الجامعات وين أكبر نسبة من عدد الطلاب الجامعيين في المنطقة؟ سوريا فإذا لا تنتظروا أن تسقط سوريا قبل أن تتشضى المنطقة كلها طيب يعرف هذا الكلام الأمريكي؟ فبيقوله نحن من صدقكم بوغدانوف أنه أنتم تريدون انتقالا سليسا لهياكل الدولة لأنكم تخشون من أن المخاطر كبيرة إذا حدث العكس السؤال هو التالي طيب أنتم بتكون الجيش وبتكون الإدارة وبتكون المال والاقتصاد وهذا ينتقل بطريقة سليسة وتقولون هذا ينتظر توقيع الرئيس بشار الأسد وما بتكون إياه طيب يعني فيه كمية من السريالية بهذا الكلام غباء سياسي لا من التعجيز المقصود أنه أنت تريد أن تقول بأنه على الرئيس الأسد أن يفعل كذا وبدونه أنا ما بقدر أعمل شيء طيب عندكم خط التدخل العسكري؟ يعني أنا سألني أحد الصحفيين بعد خطاب الرئيس الأسد قال لي بشو بتشبه خطاب الرئيس الأسد؟ تقولوا بشبهه بخطابة شيرشل أثناء الحرب العالمية التانية لما هتلر هدد البريطانيين وقال ستبقى تسقط القنابل على رؤوسكم حتى تقولوا لتشيرشل إرحل فوقفت شيرشل وأمامه جمع في دار الأوبرا في دار الأوبرا وقال ها أنا ذا بين شعبي وجيشي نقاتل معا نقدم الدماء معا نجوع معا نعيش الدمار معا ومن يريد أن يأخذني فليأتي عليه أن يأتي إلى هنا وأنا أقول للذين كانوا يتوهمون أن التخويف والتهويل والضغط الإعلامي يمكن أن يوصلهم هذه سوريا مسبحة الخيط الرابط لهالمسبحة هو وجود الرئيس بشار الأسد أرادوا أن يسحبوا هذا الخيط بخبث كي تنفرط المسبحة فاجتمعت حبات المسبحة كعقد تتمسك بالخيط الرابط بينها وتقول مصير سوريا مرتبط بقوة وعزيمة وبقاء هذا الرمز الذي يمثله الرئيس بشار الأسد طيب إلى أين؟ الأمريكي أمامه السؤال التالي أنا ما بهمني أنه شو قاله عن الخطاب؟ أنه ما كذا وغير واقعي وأنه بعيد عن الواقع طيب السؤال مش هون كل كن علقت وقلت عليه أن يرحل مشيك؟ على من قال عليه أن يرحل أن يقدم جديداً لم نره من قبل يمكنه من جعل شعاره واقعي إلا إذا كان عم يضحك على هالمعارضة وهذا هو الأقرب للعقل لأنه لما بيطلع الفرنسي يقول لا هذا ما أنا عنها عليه أن يرحل شو عندك لترحلو؟ شو بيه عندك؟ بيه عندك مثل ما قال لواء طيار أردني معارض لنا يعني مؤيد لفريق المعارضة أنا حضرته على العربية لواء مروان ناسي العيلي تسألوا على طريقتها إحدى المزيعات المتفذلكات في السياسي والثقافي فبتقول له أنه كيف تصف لنا العمين حكى عن صواريخ والباتريو تنشر على الحدود التركية فهل هذا يعني أن المطقة العازلة سوف تبصر النور قريباً؟ حكى كلام علمي للأمانة ولذلك أنا أريد أن أعيده منسوباً إليها بيقول صواريخ الباتريوت مداها مئة كيلومتر وعلى مدى 800 كيلومتر حدود بين سوريا وتركيا 8 بطاريات لتغطي المساحة العرضية مئة كيلومتر كل بطارية عليها أن تتراجع خلف الحدود 80 كيلومتر ليصير قوس الزاوية بغطي مئة كيلومتر عرض لما ترجع 80 كيلومتر المدى الفعال المدى الأول للصاروخ هو 100 كيلومتر المدى الفعال هو 90 المدى الفعال المجدي هو 80 فلما ترجع 80 كيلومتر وراء فأنت في المدى صفر وأنت لا تستطيع التعامل مع طائرة قادمة إذا كانت طائرة للجيش العربي السوري إلا على خط الحدود وأنا أعرف والأتراك يعرفون والأطلس يعرف أنه ليس لدى سوريا هذه النية فلذلك وجود الباتريوت أنا أعتبره صفر وإذا كان الهدف هو تحسب لحرب إقليمية مع سوريا لصد الصواريخ فأنا أعلن ما أعرف على ذمته أنا ما بعرف بس هو عم بيقول هيك إن سوريا قد نشرت صواريخ الإسكندر على حدود كل من تركيا والأردن وإسرائيل وصواريخ الإسكندر ذات مدى حيوي مجدي فعال 300 كيلومتر ولا تلتقطها رادارات الباتريوت ولا يمكن للباتريوت أن يتعامل معها لأنها أذكى جيل من الصواريخ الباليستية أرض أرض فبتسأله بتقول له يعني هاي ممكن تهدد بحرب كيميائية لا يختيع شو عم بتحكولي بحرب كيميائية هذا السلاح الكيميائي اللي عم تحكوا عنه على الإعلام وتأمينه وفيه 70 خبير و80 خبير وجايين وهو قوات خاصة إذا دخلوا بسيطره وكذا أنا هذا تخصصي وأنا بدرسه بالجامعة تذيفة 122 مليمات الرأس هذا المتفجر لا يزيد على 3 كيلو جرام إذا عبئت بسلاح كيميائي وسقطت على قرية عدد سكانها 15 ألف ما بيبقى منهم حدا على قيد الحياة الرأس المتفجر لصاروخ الإسكندر 500 كيلو جرام هذا إذا عليه سلاح كيميائي ما بيبقى أسطنبول لا يمكن الحديث عن إنهاء الملف السوري بغير التسوية إلا بطريقة واحدة 500 ألف جندي أمريكي يقومون بغزو قد تكون نتيجته حرب عالمية قد تكون نتيجته فشل قد تكون نتيجته نجاح لا أحد يعلم لكن في كل أحوال لا يشعمل ناقش هذا مستحيل يتم لذلك الحل الوحيد هو الذهاب إلى التفاوض مع الرئيس بشار الأسد هذا مشكلامي وأنا برأيي الآن ما في غير البلعقل اللي بعده مسدق إنه في طريق آخر غير التفاوض بل إن القرار بالتفاوض وهون لما حكيتني عن الإدارة الأمريكية وأهلية أنا معك كيف يأخذ القرار بأمريكا لكن القرار بينجاب الرئيس عقياسو مش إنه هل يغير الرئيس لا مجيء هذا الرئيس بأشرنا شو طبيعة القرار اللي أخذ التجديد لأوباما بولاية ثانية أنا من تموز كنت عمول جاي أوباما مش لأنه عندي معطيات على كيف عم تروح اتجاهة الرأي العام بأمريكا لأنني كنت واثقا بأن صمود سوريا لن يعيد إنتاج الرهان على خيارات الحرب بل سيعزز ويجذر خيارات الخروج من الحروب وبناء عليها قلت جاي أوباما وجاي جون كاري وزير خارجي وهون أنا أقول أنه السياسة الأمريكية الجديدة هي سياسة الانجاجمنت الانخراط جربنا وراهنا هلأ المعلومة التانية هي أن أمريكا أبلغت ما يسمى بالإتلاف ومعه القطريين معكم لأخر كانون تاني نحن صنفنا جبهة النصرى إرهاب ونحن نرى بأنه لا إمكانية للانتصار على الإرهاب الذي يشكل أولويتنا إلا بتعاون سوري سوري مدعوم إقليميا يوقف الدعم عن هذه المجموعات الإرهابية وينشئ وضعا جديدا نعرف أنتوا طلعتوا على الشجرة وما فيكنتوا نزلوا بسهولة إذا من هون لآخر كانون تاني قدرين تعملوا نصر عسكري نوعي نحكي على أساسه موضوع الدعم كيف يتحدثون عن توقيف الدعم وأنه موضوع لللائحة ومبلغ من المال 25 مليون دولار قدمت إلى اتلاف الدوحة حولت إلى جبهة النصرى هون أنا رأي جبهة النصرى مالها أكتر والقطريين الآن يعني عم يحكوا لي أصدقاء بإيران أنه حتى القطريين قالوا أماما خليوا يسمعوا جماعة اتلاف الدوحة شؤال عنهم القطريين حمد بن جاسم رئيس الوزارة وزير الخارجي قال للإيرانيين عم بحكي الحكي بالتفاوض اللي صار على موضوع الرهائن والمخطوفين الإيرانيين يعني قبل أقل من شهر قال أنه ما ندفعه لا يصرف منه في الأرض أكثر من 10% وأن قادة المعارضة السورية هم أسوأ أنواع كريهة على المستوى الأخلاقي تعرفنا عليها في تاريخنا السياسي هذا بتقييم حمد بتقييم حمد أنا بقول له لا على شكله شك شكله لمتلك تعال عندك لأنه لو كنت شريفا ونقيا وطاهرا لجاءك الأشراف والأنقياء والطاهرون مين ناطر يجي لعندك غير الأبالسي والأنجاز لذلك أنا نقاشي أنه وين رايح الأمريكي بقول رايح الأمريكي الآن على تركهم يصدمون رأسهم بالجدار وهي نظرية هذا مش كلام إنشاء بيكتبوا الأمريكيين بقولوا وعنا عقيدتين عندما نصل إلى الطريق المسدود العقيدة الأولى هي تسمين العجول إنه ما ننقل جزء من حلفائنا نفاوض على رأسه فمننفخه منقول له رايحين على الحرب وبننا نحسم ووعى تتراجعوا لنسمنوا ونبيعوا والتاني رأسه حامي بدون ما نحمي فليش ما نقول له تراجع دعهم يصدمون رأسهم بالجدار فيأتون إليك يطلبون أن تساعدهم في العودة إلى المربع الأول الأمريكي اليوم عم نشتغل مع هون هيك عم نشتغل مع جماعة المعارضة بتسمين العجول وعم نشتغل مع القطري والتركي بدعهم يصدمون رأسهم بالجدار نحن ما رايحين نقاتل فيكن تقاتلوا يلا فرجونا يعني هذا التاريخ يعيد نفسه بأشكال مختلفة منذ مدة قرأنا موضوع قبل أن تدخل في المرحلة الثالثة أنه منزل سقوط الدولة الأكادية قبل أربعة ألاف وبئتي عام حصل نفس الشيء في سوريا في منطقة الحسكة وكل التاريخ يعيد نفسه لأنه كانوا يبحثون عن كانت الماء الماء هو السبب في إصارة الحروب أما الآن النفط والغاز هو السبب أما أن المصالح النفعية لأن سوريا هي البؤرة الحدود الملتهبة هي قلب العالم ونبض العالم وعين العاصفة وهي التي ستغير التاريخ العالم والإنسان وهي وهي ولكن سيدي نحن بلغنا سن الرشد يعني نحن في سوريا عندما تقول أنت سوري يعني أنك آلاف السنين الممتدة قديما وحديثا استاذ نضال مقياس أنه نحن بلغنا ونحن بظهرنا هذا التاريخ منطبقه فقط لنقول يا عمي ولاش عم بصير فينا هاك يعني بمعنى ليش طلع مننا شرائح خارج سياق التاريخ ولا منطبقه بالعكس منقول لو لم نكن كذلك لما كانت سوريا صامدة وقادرة على مواجهة كل هذا الجمع وكل هذه القدرات يعني برأيي مقياس وزن التاريخ وثقل التاريخ والوزن الحضاري والثقافي والتجذر بالأرض وبالقضايا الكبرى الذي تشربه السوريون هو كلمة سر التي تفسر هذا الصمود وهذه القدرة الخروج عنه بظروف أزمات وجهل وتخلف وعوز معيشة وتأثير الاستخدام المسيء للدين باتجاه أكثر إساءة هذه الشريحة التي أخذتها المشاريع الخارجية أليلي بالقياس لما كان يجب أن تأخذه لو كان البلد غير سوريا نحن أنا كنت عمل لك بتجربة لبنان بتجربة لبنان ما قدرنا نطلع من الاختبار ما قدرنا أنه لبنان جيلنا نحن ما كنا بنعرف لا طواقف بعض ولا مذاهب بعض وحتى من الاسم مرات أنه ممكن يكون في مسلم مسميين جورج ندر وممكن يكون في مسيحي عنده الخالد لأنه عروبيين وبالتالي ما نقدر نعرف هوية بعض وفجأة خلال سنتين ثلاثة صار لبنان كله حواجز طائفية الجيش انشق الجيش انشق هذا الأساس البني الصلبي للجيش العربي السوري والبني الثقافي التي أرستها مدرسة حافظ الأسد وأنبتت هذه الكوادر وهذه المستويات منين بحلب أنه عشرين ألف متطوع بدون يقاتلوا مع الجيش منين هول هول من البيئة التي راهن المشروع على أن يكونوا متطوعين في جبهة النصرة بها المعنى أنا أعمول هذه السورية أنا واثق من نصرها واثق بقدرتها على التحمل على أليل عشر سنوات وواثق بأن الأميركي غير قادر على التحمل أكثر من ستة شهور وأنه حدد وهون أنا أحكي المعلومة التالتي طيب بدي أسأل ليش الأميركيين شركاتهم ما أدمت على مشاريع الغاز في لبنان والروس أدموه ليش الشركة اللي أسسوها القطريين والأتراك والفرنسيين لتاخد مشروع الغاز في لبنان ما أدمت مش لأنه بلشت التفاهمات ليش العقد الصيني الإيراني حول بيع الغاز ترافق مع موافقة باكستانية على مد أمبوب الغاز الإيراني باتجاه الصين ليش العقد التركي العراقي السوري لخط أمبوب الغاز والنفط تمكن العراق من أن يجلب له تمويلا من البنوك العالمية وهو بخص طرفين المعادلة الإيراني السوري اللي عليهم كل عقوبات الدنيا بتبلش التفاهمات تبين بهول آخر شي بتبين بالسياسي القتال في جزء منه نعم كان على مستقبل خطوط أنابيب النفط والغاز وأنا أعتقد أن الاتفاق قد بدأ على مستقبل خطوط أنابيب النفط والغاز وأعتقد أن سوريا التي كانت منذ البداية تحت المجهر لأنها عقدة الربط والفك سوريا هذه لذلك أنا بقول للسوريين ما تخافوا على إعادة الإعمار الخير الجاي إلى سوريا بسبب موقعها في جغرافيا النفط والغاز في العالم سيكفي لإعادة بناء ما دمرته الحرب عشر مرات ولكن سيدي ما بيخاف ما بيخوف اللي بيخوف لازم يخاف السوري لأنه يخيف هو يخاف على مستقبله يخاف على أجيال قادمة على ذاكرته على تفاصيله اليومية تماما وهذا الخوف المشروع هذا مش الجبن هذا خوف الشجاع هذا خوف الذي يزرع الخوف في قلوب أعداده أنت بحديثك أستاذ ناصر دخلت إلى نقطة غاية في الأهمية البعض ذكروا وأخرون يمرون عليها مرور الكرام لماذا حمص كانوا يسألون لأن نقطة تقاطع يعني من الجغرافية خطوط الأنابيب تماما نقطة تقاطع الدقيقة هي المركز حتى بعض الرسائل إذا بدك معلاش طيب ليش تفجير بعض الأنابيب بمناطق معينة لا بتفيد ولا بتاخد منها نفط للإيصال رسالة على المستوى الدولي والإقليمي أنه إذا لم نكن أنا بعرف بعضها لأنه عم بحكي عن معلومة كيف أمر القطريون بتفجير خط نفطي في دير الزور أمر لمجموعة من مجموعات القاعدة أنه المطلوب هذا الخط يتفجر لنقل له للروسي ولنقل له للإيراني أنه نحن إذا لم نكن قادرين على مد أنابيبنا فنحن قادرون على تخريب أنابيبكم إذن المشكلة هنا لها أكثر من شق هناك من يقول وتقارير تحمل الكثير من الصدقية بأن بعض المشقين الذين ادعوا المعارضة وحملوا لواء الإصلاح هم من أشاروا إلى العصابات الإرهابية بالمعامل والمراكز بحلج الأقطان وصوام الحبوب بأنه في المرحلة كذا هناك كمية كذا عليكم أن تسرقوها وجاء الأتراك وقالوا نريد هذا المعمل وهذا المعمل لفككوه وسرقوه يعني السؤال يعني عملية وقت لنسرق هذا المعمل ونفك يعني ما كان في حدا شايف أبدا يعني أنا بل لك يعني يعني حتى من يعني كلاتنا كنا نايمين يعني أنا مروا من عندي أنجارون وإنت جارون وفلان جارون يعني عدو العدو اللي يخرج من البيت هو الأخطر والأشرس والأكثر إلى من نحنا قدام مشهد في الحقيقة يعني أنا أعتقد أن الطرف السوري الذي يشكل امتداد للمشروع الخارجي فيه لم يعد جديرا بالنقاش يعني صار تحت مستوى النقاش أخلاقيا هو تحت مستوى النقاش بالبداية كان لازم تناقش أنه عن جد في موجب المنطقة قد يكون البعض أخذ فيها ولذلك كان عليك وكلمة تحكي تقول هذا لا يعني أننا ننفي الأسباب الداخلية هذا لا يعني تجاهل أن هناك من كان صادقا في خروجه طلبا للإصلاح هذا بالبداية خرج لمن يقول لا تجلدوا ذاتكم هذا موضوع هذا موضوع انتهى هذا موضوع من اللحظة التي حمل فيها السلاح ومن اللحظة التي بان واضحا فيها أنهم يجلسون في حضن لحية القطر الذي لا يشبه بشيء الحديث عن الحرية والديمقراطية باللحظة اللي صاروا بحضن التركي الذي يعلن جهارا نهارا أن مشروعه هو احتلال سوريا بصورة مباشرة أو غير مباشرة باللحظة اللي صار ممثل القناة الثانية الإسرائيلية يأتي برفقة أحد عناصر حماس ومجموعات المعارضة ليدخل إلى إدلب ويصور ويبث على التليفزيون باللحظة اللي الإسرائيلي بيقول هو نفسه هذا المراسل أنه لم أكن أحلم في زمن قوة الدولة في سوريا بأن تطأ قدمي أرض سوريا إلا وأنا سجين ومعتقل لما بيصير كل هذه الوقائع صارخة فاضحة بعد في مجال القول أنه في عيون عليها غشوات لما بتشوف الناس قدامها على اليوتيوب كيف يذبح الأطفال وكيف أسرى يقتلون إعداما بدم باقي وكيف الميت يمثل بجثته أنا شفت فيلم على اليوتيوب روسم قطعة محطوطة بأرض حمام لما بتشوف أنت طفل عمره عشر سنين عم بيدربوه كيف بيقتل بعد حدا بدي يقل لي أنه هو مغشوش بثورة وأنه هو مصدق أنه في ثورة لما بنعرف أنه في دلالين روحوا شوفوا على أطراف عشر كيلومتر خارج الحدود السورية التركية أنا حقولي أطراف قالوا لي بكينا لما شفنا الحنفيات والأدوات الصحية مأبعة من الحمامات البورسلان البلاط تلال متراكمة معروضة للبيع مين عرضة للبيع هؤلاء العملاء التفة المنتسبون شكلا جلزة سوريا تجار العزمة وتجار العتمة وتجار المواقع لماذا اللي راحوا يجيبوا المعامل أنت فكرك أتراكج وقالوا بدنا دلالين دلالين اشتغلوا حاملين صور المعامل وماذا تنتج والآلات ورغم التسلسلي ومن أي معمل من جابي من ألمانيا ومن فرنسا ومن الصين بهمك هالموضوع هذا معمل مكلف خمسة مليون دولار من بيع كياب مئة ألف تعجيب بكاميونات وحمل صوامع القمحة في أفرغات خزانات المازوت اللي سعر برميل المازوت بالطرف الآخر من الحجود عشرين ضعف سعره بسوريا بس بديول هالجملة من لين سعره بلعشرين ضعف ليش سعره عشرين ضعف انتوا اللي وراكن كل هذا الخليج وتركيا والغرب في محل جبتوا علي الطحين والمازوت بالسعر اللي بتأمنوا الدولة السورية اللي كلفة الدعم فيها سبعة مليار دولار بالسنة وبعد عما تبعت الطحين والمازوت والكهرباء المدعومة إلى حيث تفرضونا سطوتكم بقوة الإرهاب وبقوة القتل والخراب وين هذا الدعم الدولي تبعكون المالي يا خي هذا ما عم نحكي سلاح مال أبطت مال هلأ حسب ما نعرفه وتعرفون ثلاث مليار دولار جبتوا فيهن شيء للناس والله سرقتوا الطحين المدعوم وأخذتوا على تركيا سرقتوا المازوت المدعوم وبيعتوا بتركيا لأنه بيعمل فلوس هناك يسقطوا الدولة التاريخ والذاكرة والإنسان البشر والشجر والحجر يعني عملية التجويع هو خطوة من نظرية جون ناش الاقتصادية يعني في شيء حقيقة حتى بالمعنى الإنساني كيف الواحد بيقدر ينام موجع ودامه مشهد بالتلج اللي كان التجارة بالمشردين والنازحين بذلك أنا أقول بالتجارة الأعضاء يعني يا سيدي هناك معلومة مؤلمة وصلتنا وهي يعني نرجو أن لا تكون لكن فيها جزء من الحقيقة أنه دارية لأهل دارية المعظمين للمعظمويين الجوبر لجوابرة دومة وهناك اتفاق بين بعض تجار الأزمات والمستفيدين مع بعض الإرهابيين بأنه أنت بتجي يا بتبيع بيتك بربع القيمة أما انسى البيت رجع لنا اليهود ما عملوا الصهيني ما عملوا إذن هنا ما الذي نفعل البرنامج الحل السياسي والقرارات التي صدرت والمراسيم التشريع واليوم اللجنة التي شكلت والمرسوء الذي صدر عن السيد الرئيس بأنه هناك لجنة وهناك محكمة جزائية ومكافحة ومعاقبة كل من يتلعب بقوة الناس هو جزء من الحل أكيد أنا رأيي أولا خلينا نقول التوقيت أنه الرئيس الأسد كلنا منعرف أنه داعية حل سياسي منذ بداية الأزمات إذن البرنامج السياسي لماذا الآن التقدم بمبادرة للحل السياسي وهو يعلم أن من قالوا لا وقالوا بالخطاب لن ليست كلماتنا موجهة لكم الذين نعرف سلفا بأنهم سيخرجون ويقولوا لا نقبل لا نوافق لا يرضينا طيب إذن هو عارف سلف أنه هول اللي اسمه مكونات ومسميات مثل القط والبسين والسنور وإلوه عشرين اسم اتلاف ومجلس ومدرشو رح يقولوا لا والفرنسي والأمريكي والقطري وليس رح يقول لا هو قدم لأنه يقرأ الزمن يقرأ السياق في السياق هو يعرف أن زمن الحرب انتهى أهدافها سقطت سوريا صمضت الآن بدأ البحث بالحلول السياسية فشو عمل بمبادرته هو قدم ثلاث اشياء هالثلاث اشياء منبقى ان شاء الله منذكر بعضنا بأن بدونها ما في حل سياسي وأنها ستكون جزءا من ورقة جينيف اتنين الأولى لا وقف للعنف بدون وقف تمويل وتسليح وقف الحدود طيب نتذكر ورقة جينيف اتنين وقف العنف مرتبط بوقف التسليح والتمويل وإغلاق الحدود وآلية رقابة آلية رقابة المراقبين مش بدون يفوتوا بس على المناطق السورية بدون يعدوا على الحدود ويتأكدوا بأن الحدود مقفلة بوجه الامداد بالمسلحين وبالسلاح وبالذقيرة طيب هاي بآلية وقف العنف اتنين بالوصول إلى الحل السياسي لا حل سياسي دون المرور بصناديق الاقتراع المرحلة انتقالية عم بيحكي آخرها عمول أولا وآخرة لا بداية بدون وقف عنف ينطلق من وقف التسليح والتمويل والتحريض وإقفال الحدود لا تنتهي عملية سياسية إلا في صناديق الاقتراع استفتاءا وانتخابا ما بينهما الكل عم بيقول حوار حوار عم تقول جناف والمطلوب من الرئيس الأسد أن يتماهى مع جناف هو تماهى مع جناف وقال حوار واضح الآن أن العقدة هي أنهم لا يملكون القدرة على الحوار وهو قال هذا الكلام لذلك أنا برأيي جناف اتنين ستختلف عن جناف واحد بالتالي بأن تقول إذا كان لحل سياسي بدون حوار ستؤدي إلى لا حل سياسي فلنقول حل سياسي بدون حوار الحل السياسي بدون حوار شو بيعني بيعني وقف العنف بهذه الشروط والذهاب فورا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مؤتمر وطني ينتج حكومة إذا المطلوب مؤتمر وطني المؤتمر الوطني بدي يوضع ميثاق مثل ما حكى سيادة الرئيس هذا المؤتمر الوطني كيف بدي شكله شو الأحجام والأوزان اللي بدأت راعى في عقل الإبراهيمي فرضيات الأوهام كل واحد حسب دوره وقاديش بيمثل الاحتكام للصناديق وأنا أزعم بأن آلية ما لهذا الغرض قد بدأ إعدادها بين الروس والأمريكيين وهنا كانت الصيغة التي قدمها الرئيس بشار الأسد هي الفاتحة التي لا بعدها مبادرات يعني أنت اليوم هاي المبادرة مثل ما حكى لافروف لا بد من أن تشكل النقاط الرئيسية لأي حل سياسي يطال الأزمة السورية وبهذا المعنى أنا بقول نعم سوريا نرجع لخطابات الرئيس منلاقي بكل مرحلة كان عم يعلن بدء مرحلة بكل خطاب في خطابه في الجامعة أعلن بدء الإصلاحات الدستورية في خطابه بالأوبرا أعلن دخلنا مرحلة الحل السياسي التي لا فصل بينها وبين مواصلات الحرب على الأولى لاحظت أنت لديك دقة الملاحظة والقراءة بين السطور بأنه بخطابات سيد الرئيس بشار الأسد دائما هناك لغة نحن بدأنا عملنا يعني لا يتكلم في إحصائية بالخطاب الأخير بالكلمة الأخيرة البعض أسماء حوار القلب والعقل من القلب إلى القلب أنه 29 مرة كان هناك النحن لم يتحدث بالأنا ولا مرة على فكرة يعني هنا هنا قراءة الخطاب والتوجه السياسي بالمنعرجات الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية أي أن المسألة تشاركية يعني الجيش يقوم بحماية ويقوم بدك معاكل الإرهاب ولكن ما الذي يمكن أن يفعله العقد الاجتماعي والتكافل الاجتماعي في هذا الدور يعني بعتقد النماذج اللي أنتجتها الأزمة في سوريا لما منحكي عن التطوع من بداية الأزمة في الحقيقة لما منحكي عن النزول إلى الساحات لما منحكي عن العائلات التي استضافت عائلات لما منحكي عن المصالحات التي تمت فوق قوس الأزمة الطائفية التي أريد لسوريا أن تقع فيها لما منحكي عن التضحيات التي قدمت لمن خسر من عائلته ومن أقربائه من أجل قضية الوطن من أجل التعالي على الجراح لكن أنا هون ضد تقديم الصورة الوردية لمأساة إنسانية أنا برأيي أن حجم الأذى الذي لحق بالنفوس وبالقدرات وبالإمكانات وبالبنى التحتية وبالممتلكات وحتى بالخطاب الاجتماعي والثقافي لا يجمل هذا يعني عاصفي وزلزال أريد له أن ينهي سوريا العظمة في أن سوريا صمضت أمامه لكن المأساة ما رح نصورها أنها حالة فرح لا للحقيقة في بيوت خسرت الكثير وفي ناس اليوم معذب مشردي وفي ناس كان مستواها المعيش من الوسط وما فوق تبحث عن لقمة العيش في تدني بقدرة السوريين على مستوى الحياة التي كانوا يعيشونها بس السؤال مين اللي سبب هالشي معلاش أنا بدي أعمل هيك بكل بساطة أقول هاي هي اللي عم تعدون فيه نحن جزء من المشكلة نحن جزء من المشكلة مسؤولين ومواطنين لدرجات مختلفة من هون أنا عمقول أنا لن أعطي صورة وردية الحروب كلها سيئة الحروب لا نتحدث عن حروب ولكن يمكن أن ننسى ونغفر ونسانع وننجى هنا أنا بقول يعني أنا كتبت عشية القطاب لسيادة الرئيس عم ناشدوا فيه يعني وحدة من النقاط أنه ننتظر أن نسمع منك أن سوريا الأقوى والأمنع والأقدر وأن سوريا ماضية أن سوريا جاهزة للسياسي أن سوريا 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 وبرلوا بأن تجار الأزمات لن يفلتوا من العقار لذلك أنا فرح جدا بالمرسوم الذي أصدر سيادة الرئيس لأنه برأيي سوف يدخل الفرحة إلى قلوب الكثيرين من الذين رأوا بأم العين كثير من الذين كان يفترض بهم أن يكونوا عونا لهم في الأزمات لماذا نحمل مقام الرئاسة كل الإعباء والمسائل وعلما بأنه دائما هناك المجتمعات عبر الأصول خلينا نكون من هذه الزاوية عم نحكي علم بغروف الأزمات مثل اللي عم تمر بسوريا كل الآلات المهيئة لإدارة الزمن البارد تعجز ويصيبها الصدق في مفاصل عديدة وينخرها الفساد في مفاصل عديدة ويتورط بعض مفاصلها في أن يكون جزء من الأزم وليس جزء من حلها لذلك تتطلع الأعين وتشخص لما صارت حرب تموز الناس ما نطروا مكتب الخدمات الاجتماعية بحزب الله يطلع يقول لهم سوف نعوض عليكم سوف نبنيها أجمل مما كانت ولو حدث هذا لما تفاعلوا معه نطروا القائد اللي بالنسبة لهم كانوا كانت عم تقول له هاي الامرأة في صور وهي عم تشوف ولادها شهدها وبيتها نازل بتقول له راح اللي كنت خاف عليه لك يا سيد حسن ما عادي يحقلك إنك تفاوض على السلاح هون ناس ناطرين الرئيس بشار الأسد مش ناطرين حدا تاني هنا الزعمة التاريخية تلعبه تماما هذا الانتخاب الطبيعي الآن في علاقة قلبه وجدان طيب الكلام اللي قاله الرئيس بشار الأسد يمكن حدا يقول لي إنه كان بيطلع ببيان عن القيادة القطرية أو ببيان عن الحكومة أنا بقول لك وقعه سيكون واحد بالمئة من الوقع المعنوي والأخلاقي والأدبي والثقافي والسياسي طيب ليش إطلاق النار عن رئيس بشار الأسد طيب ما كانت المشكلة دائما يقولوا أن حوله هو الحرس القديم يعني عبد الحليم خدام اللي موجود مدريوان ومع محبتنا نائب الرئيس فاروق الشرع اللي طلع كلام مدريلوان مع الساس الحرس القديم هو اللي منع الإصلاح بسوريا والرئيس بشار الأسد هو أول الإصلاحيين ابعدهم من حولك يا سيادة الرئيس هيك إننا نقرأ لكل هاي تشكيلات المعارضة ليش إطلاق النار عليه لأنه هو الرمز الذي استطاع في الوجدان أن يزرع فكرة قالها هذه الفكرة عام 2007 ولا تزال أصداؤها تتردد في عواصم الدنيا نحن عندما نحن مش أنا نحن نحن فعلا عندما يكون الأمر بين احتلال ومقاومة فإن سوريا لا تسأل ولا تكون على الحياد فهي تنحاز حكما إلى حيث المقاومة ونحن في قلب المقاومات وليس في وسطها من العراق إلى لبنان وفلسطين مش إنه جغرافيا وسط لأن للوسط معنى الحياد وسوريا لا تكون على الحياد بين مقاومة واحتلال هذا هو القائد التاريخي الذي رفعت صوره في جامعة عين شمس مصر ما بتنرفع فيها صور زعيم غير مصري رفعت بجامعة عين شمس صور رئيس بشار الأسد ليش؟ لأنه نبض الشارع العربي لذلك الحمل عليه بالإعلام لتشويهه للإساءة لتصوير قاتل دم هذه الصورة الناصعة التي رسمتها إرادة وعزيمة المقاومة وضعت خطط وأنفقت أموال ومشاريع وغرف عمليات للنيل منها لأنه ما لازم يبقى بوجدان الأمة ولا رمز تتطلع نحوه مثل ما بتقول ومعتصماه أنه لما بتوقع بضائقة بتقول مين بده يواجه ألا يبقى سند في الأخلاق وفي الوجدان يمكن أن تلجأ إليه الأمة في صعابها بدي جيب لك مثال هيك الرئيس حافظ الأسد الله يرحمه يوم اللي توفى الرئيس عبد الناصر بينعيه يعني بيكتب برئية النعي بيقول لقد غادرنا من كنا نأتي إليه بانتصاراتنا ليحولها انتصارا للأمة ومن كنا نأوي إليه في خيباتنا ليمنع تحولها إلى هزائم للأمة ويقول كثير من المقربين أنا ذاك من الرئيس حافظ الأسد رحمه الله أنه برحيل عبد الناصر قدم موعد الحركة التصحيحية الذي كان مقررا في الثامن من آذار إلى 16 تشرين يعني بأول أيلول ب30 أيلول غادر عبد الناصر عطى حاله بس هالأربعين يوم بمعنى أن الأمة تحتاج دائما إلى من يحمل هذه الصفة هذا هو التحدي بمعنى أنها تحتاج إلى من يحول الانتصارات المتفرقة المبعثرة إلى انتصارات في رصيد الأمة ومن تستطيع أن تلجأ له في خيباتها كي يمنع تحولها إلى هزيمة للأمة الرئيس بشار الأسد اليوم كمان ما بدي أقول أنا اليوم الناصريين بمصر الأحرار والشرفاء ليش عملوا منصة عليها صورة الرئيس بشار الأسد في ميدان التحرير أثناء المواجهات التي دارت حول الدستور شو علاقة بهذا؟ شبيح هذا المصريين الأحرار والشرفاء ليش اليوم لم يكتب أحد في ذكرى ميلاد عبد الناصر اللي يقول له هذه هي أيامه إلا وذكر أن الحرب على سوريا هي حرب على ذكرى جمال عبد الناصر سيدي مللنا من التشبيحات ومن الاندساس ومن التعابير التي لا علاقة لها لا بالمجتمع السوري ولا بالمكونات الوجدانية فيما تبقى من الوقت لدي أسئلة كثيرة ولدى المشاهدين رغبة بأن يكون الحوار معك أطول ولكن دائما لا بد من نهاية هناك جزئي لعلاقة بالموضوع المراحل التي تحدثت عنها في برنامج الحل السياسي وأنت كتبت أنه ما بين سوريا ومالي لا بد أن يكون يعني ستنتهي الأزمة في سوريا ولن تنتهي في مالي وماله هنا المسألة مرتبطة ماله هي نظرية القرضاوي اللي وقف يقول والي يمتلت الشعب السوري ونصف الشعب السوري ويماله فبعتقد إيه هو وقتنا نقول نحن ويماله كمان الذين ربوا هذا الدب أخذوه إلى كرمهم من حيث لا ينتبهون هذا الجسم اللي اسمه التطرف واللي اسمه الإرهاب واللي اسمه حاملة الأخوان التي تحمل تحت عباءتها كل هذه الأفاعي هذا الجسم نفخ فيه روح الحياة وقالوا لما قيل للأمريكيين وللفرنسيين إن العبث باستقرار أنظمة المنطقة سيجلب الأخوان وأنا عم بحكي عن حدا نوري المالكي رئيس وزراء العراق قال هذا لأوباما إن هذا العبث رح يجيب الإرهاب ورح يجيب القاعدة ورح يخرب المنطقة فكان الجواب على الطريقة ذاته ويماله طيب الآن هم يأكلون السم الذي صنعوه وهذا الانتشاء والقاعدة أوعي متصلة ما فيك تقول بحط برصيد القاعدة مال لسوريا ممنوع تصرفوه بأفريقيا وبعطيهن دعم معنوي لي خربوا سوريا ممنوع يمتد على العراق هيك الأواني المستطرقة تماما ولذلك يدفع الفرنسي فاتورة تخريبه في سوريا وأنا حبيت وأتذكر هولاند بأن مهدي الحاراتي الذي كان يشرف على إدخال الإرهابيين القتل إلى سوريا ويتخذ له مكتبا على الحدود التركية ووصفته يا هولاند بأنه رجل حقوق إنسان وحريات هو ذات مهدي الحاراتي الذي يقدم السلاح الآن للمجموعات لتقتل الجنود السوريين في مالي بقي دقيقتين سؤالي الأخير زيارة إيران والاتفاق بين التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين الحكومة السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأ يعطي ملمحا سيناكس إجابا بمشيئة الله على الشارع السوري والاقتصاد السوري سؤال بس بكثير بسيط هل كنا ننتظر إشارة السيد الرئيس بإبدأوا بالحل بخطاب الحل وإنهاء الأزمة حتى ننطلق إلى أفاق الرحبة بتشكيل لجان لضبط الأسعار ومنع التلاعب طالما لدينا هذه الإمكانيات لماذا زالا من نبدأ من قبل كنا ننتظر توجيه وقرار سياسي وعلى الرئيس بشار أسد أن يتحمل كل المسؤولات خليني إقلقك أنا مش من موقع التبرير حقيقة لكن أنا حتى الآن لكون منصف هو ليس تشكيكا وعندما استخداما أنا من باب الإنصاف فقط أنا رؤسة الوزراء عموما بسوريا بدفعش عنهم يعني ولم تربطني صداقة بأحد منهم أنا الدكتور حلقي متفائل جدا بديناميته وبطريقة تجاوبه وتمثيله مع أنه آت من خارج السرب التقليدي وشعرت ولمست بالحركية حتى بالأداء السياسي أنه في حرارة في واحد حامل هم في واحد من وجع الانطباع اللي الإيرانيين بلغون إياه عن اجتماعاتهم مع أنه هذا أول رئيس وزراء سوري بنشعر جايه ملفات معه قد يكون لهم عذر بأنهم يعدون ملفاتهم لأن الدوائر كانت بلا ملفات أنا أقول من تاريخ كلام السيد الرئيس لم يعد ثمة عذر للتأخير والطباطو الإيراني بدي ضوي على نقطة أستاذ ناصر يعني عذراً يعني نحن سؤال المواطن أنه هذه حكومة أزمة حكومة حرب وليس حكومة استراتيجيات يعني نحن في أزمة عمره 22 شهر تعفيني أنا من الشق الداخلي لأنه أنا بالبعد بماذا تختتم؟ أنا بالصراع العامل إذا تجاوزنا بماذا تختتم؟ بلقيقة واحدة بدي أحكي عن الموضوع بدي أحكي عن الموضوع إيراني لأنه بهمني السوريين يعفوا هذه المعلومات إيران التي تتعرض لعقوبات وضغوط وحصار ونزل منسوب دخلها النقدي أخذت قرار هذا القرار إنه من بين ثلاثة أشياء غير قابلة للتقشف هو الدعم والإمداد اللازم لمساعدة سوريا على مواجهة الأزمة هذا ما بينزل بالتقشف بينزل بالتقشف أشياء أخرى الملف النووي ما بينزل دعم المقاومي ما بينزل دعم سوريا ما بينزل الأمر الثاني أن القيادة الإيرانية بعد الذي جرى في العراق زادت قناعة ويقينا بأن الاستهداف لحلف المقاومة والممانعة لن يقف عند حد من الحدود وأن معركة النصر الحاسم لهذا الحلف تتم في سوريا ويجب أن تكون في سوريا روسيا لا تختلف لو اختلفت اقتصاديا لأن سوريا روسيا راحت على لعبة الشركات والدولة ما عادت قدراتها تلك التي كانت أيام الاتحاد السوفيتي لكن رغم ذلك قرار روسيا هو قرار أن معركة سوريا هي معركة النظام العالمي الجديد وأن الوعود الأمريكية بأن المدى الحيوي لروسيا لن يمس بخطة ما سميت خطة حكماء أولبرايت قد سقط لأن مشروع العثمانية الجديدة وآلته القاعدة يمسان الأمن الداخلي القومي لروسيا ولذلك إما أن تخاض المعركة في سوريا وتنتصر أو فإن النار ستندلع في ذيل الثوب الروسي وهذا غير مسموع من هنا أنت كتب بأن الأعياد والموعيد القادمة في سوريا تجعلنا نفكر في هدية العيد القادمة إن شاء الله عيد الفصح وأنا يعني واثق من هذا سنكون مع بداية أجندة الحل السياسي الذي سيرغم الأمريكي على قبوله وستكون سوريا فيه من وحي ما قاله الرئيس بشار الأسد قد وضعت رؤوس الجسور من أجل العبور إلى مرحلة الحل السياسي وآلياته شكرا الكاتب والمحل السياسي الأستاذ ناصر قنديل رئيس شبكة توب نيوز الإعلامية أهلا ومرحبا لك أستاذة المشاهدون الكرام كل الشكر لكم دائما هناك أسئلة لم تطرح ليس بالضرورة أن يجيب أي حوار تلفزيوني على كل التساؤلات نحن نحاول أن نستفهم وإن كان لم يعجبكم بعض الأسئلة فهي من باب الاستفهام وليس التشكيك بقدرات أحد وهنا العقلية السورية والذاكرة السورية التي تحفظ الكثير وتحترم الكثير فهناك الكثير من الشخصيات التي مرت وبقيت في الذاكرة ومؤخرون مروا برور الكرام نختتم بالقول بكل التحية والتقدير إلى أرواح شهداء الوطن وإلى الجيش العربي السوري وإليكم أنتم وجعوا الغياب صعب جدا يجعلنا نبحث عن آلام وأمال وتضحيات يجعلنا نفكر بالقادم وكل هذه الأوجاع تحتاج إلى وطن اسمه سوريا فحافظوا على سوريا لأجلك سوريا نصلي ولأجل أرواح شهدائنا نصلي الطاقة الإيمانية الكبيرة الموجودة لديكم هي التي ستجعلنا نحتفل بالعياد القادمة كما ذكر الأستاذ ناصر وكما ذكر الكثير من المحبين وأنتم كونوا بخير نحن بخير إلى اللقاء